تواصل الهيئة العامة للشباب تنظيم برامجها التي تستهدف دعم وتعزيز قدرات الشباب الكويتي في إشتة المجالات وهذه المرة عبر برنامج تأهيل الخريجين للاستعداد لسوق العمل نعم والبرنامج يستقبل مئة خريج وخريجة على مجموعات ويعمل على تزويدهم بالمهارات لتطوير قدراتهم الشخصية لأداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل يضمن التنافس في مجالات العمل المختلفة يشكل برنامج تأهيل الخريجين للاستعداد لسوق العمل الذي أطلقته الهيئة العامة للشباب جسرا ما بين المرحلة التعليمية الأكاديمية وسوق العمل فهو يثر الخريجين بمهارات التواصل والتمييز الوظيفي قبيل انخراطهم في سوق العمل نحن قاعد نأهلهم نعطيهم دورات ورش نأهلهم لسوق العمل يختارهم ما بين العمل الخاص والعمل الحكومي هي فيه ورش كثيرة طبعا يتخلل البرنامج عندنا ورش كتاب السيرة الذاتية كيفية انك تعمل مقابلات شخصية بالإضافة إلى إدارة الوقت إلى كيفية التعامل مع القطاعين العام والخاص نحن دورنا من خلال هذا المشروع أن نعطيهم المهارات في توظيف هذه المعلومات وكيفية توظيفها بالشكل الصحيح لإنارة بعض المهارات الموجودة عندهم والوقوف على نقاط الضعف والقوة عندهم نحفز عندهم ونشجع الجانب الإيجابي الموجود وأيضا القدرات الموجودة عندهم ونطور عندهم من نقاط الضعف عشان يقدرون يوصلون إلى أعلى مستوى ممكن البرنامج له تأثير كبير في تعزيز الإبداع الوظيفي من خلال تطوير القدرات الشخصية لدى الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من القيام بأداء مهمهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل أكيد نحن اليوم نأخذ من أصحاب خبرة في المجال سواء كانوا أصحاب خبرة في المجال نفسه أو أصحاب خبرة في التعامل في بعض الأشياء التي نحتاجها في العمل سواء من ضغوط من تحديد المسار وغير من أشياء حتى في معرفة القوانين ومعرفة بعض الحقوق الوظيفية أكثر لشياء لصفتها ترتيب الأولويات اكتساب الاستقلاء اكتساب الخبرات وتنمية القدرات يعني لو شنو كان عندي خبرة ولا تعليم الدورة هذه جدا فادتني الناس كنت تدفع فلوس للدورات مماثلة وهذه نزام الله خير لها يمسوينها مجانا مجانية وجدا مفيدة لكل شخص حاب يدور على وظيفة مثل هذه البرامج التدريبية تفتح الأفاق لدى الشباب للعمل في القطاعين العام والخاص بمساعدتهم على اختيار القطاع والوظيفة والمكان المناسب لقدراتهم وطموحاتهم دي مدى حدل تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر